السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسلام بيك يا رب دايما تكونوا في احسن حالة نهادو ان شاء الله هنعمل فواطة طريقة بسيطة جدا طريقة تعشيق نص على نص وليه طريقة سهلة يقدر اي شخص مبتدئ ان هو يعملها وكمان هندهنها بدهان مقاوم الميا لان طبعا الفواطة هتنحط في مكان رطب او هنحط على فواط رطبة فهتسبب في ان الخشب هتعرفها فلازم ندهن الدهان يكون مقاوم الميا هنحط نعرف ايه افضل حاجة تقوم ما يردهم فيها الخشب يا طبيعي انا دلوقتي برسم الفرمة بتاعة الفواطة الجزء العلوي على قطعة من الكارتون وهسيب لك في صندوق الوصف رابط في جميع المأسات بالتفصيل ان شاء الله القطعة دي طولها 43 سنتي تقريبا وارتفاع الرجلة هيكون حوالي 95 سنتي دي كده الرجل وده الجزء العلوي ايه بالشكل ده هنحط هنا رجل كده المنظر ده كده الخشب اللي هستخدمه النهاردة المتوفر عندي هو خشب السويدي العادي ولكن الافضل منه هو خشب او خشب الزان ويفضل ان السمك بتاعه لا يقل عن اتنين سنتي عشان يكون قوي طبعا لازم الخشب يكون ممسوح وابدأ اصنفره باستخدام الصنفرة الدبابة هبدأ ارسم الرجل باستخدام الفرما الورق هاخد البداية والنهاية هي طبعا مسلوبة دي اول قطع هيت وده القطع التانية هجمعهم مع بعض كده فلاقي طبعا ان في اختلاف في حاجات برزة هنا وفي حاجات مش متساوية لان طبعا نقصصها بمنشار الاركت فاجمعهم الاثنين مع بعض بالفتيلة وابدأ بالفارة اصبطهم مع بعض اصبطهم مع بعض اصبط القطعتين مع بعض اصبط القطعتين مع بعض كده عند الرجلين هم متساوية مع بعض تماما ده بقى نرسم عشان نقص الجزء اللي فوق هزبطوا هنا كده على الحافة دي كده كده قصنا خطعتين هنسبتهم مع بعض نبدأ نصبطهم من اتنين يكونوا قد بعض تماما هنبدأ بقى نجمع كل جنب الواحده ده اول جنب القطعة اللي فوق تماما والرجل لازم تكون نهاية القطعة دي مع نهاية الرجل هنا كده عشان تبقى متزن اما تيجي توقف وبعدين هقطع قطرة خشب طولها حوالي خمسة وردعين سنتي مسلوبة يعني عريضة من هنا والفيامة ده بنفس السلبة دي كده تماما وبعدين دي اللي هميلها بالشكل ده بحيث تكون النهاية هنا مع النهاية هنا هبدأ ازبط دي كده هخلي الجزء القائم اتجاه فوق والجزء المسلوب المايل ناحية تحت انا عندي هنا ده منتصف قطرة الخشب هاجي بعدها بحوالي مثلا يعني واحد سنتي ولا حاجة واخلي القائم ده في الاتجاه اللي هناك وبعدين هاجي هنا كده على بعد حوالي سنتي ونص واخد علام همد قطرة الخشب دي كده لحد ما تيجي هنا عند الراس دي كده تماما وبعدين اعلم هنا بحيث اخد العلام لفوق بشيل دي كده بالقطر او بسكين العلام هابدأ اقطع الالياف كده انا عملته ده هيسهل عليك ان انت تنزل بمنشار بشكل مزبوط بشكل مزبوط خلي بالك بقى من النقطة دي دي القطعة او الزاوية اللي احنا قطعناها الزاوية دي زي ما هي كده تماما ابدأ قلبها بالشكل ده بعدين اسحب قطعة الخشب لحد الطرف في النهاية وابدأ احازيها بالشكل ده تماما تماما وعلم عليها كده عشان لما قص الجزء ده تبقى الرجل منبسطة على الارض علشان نفهم اكتر لو حطينا الزاوية دي كده كده انا اضبطها زاوية قايمة هيت تماما ودي قطعة الخشب اللي احنا قصناها فاصبحت قطعة الخشب دي مزبوطة على الخط اللي احنا خبناها تماما وبعدين بقطعة الخشب دي احنا علمنا هنا تحت فاصينا الجزء ده كده لو جيت بقى استخدمت الزاوية القايمة المفروض تطلع منبسطة عليها تماما احيان عشان تبقى منبسطة على الارض هبدأ بقى اثبت قطعة الخشب كده بصباعي ويبقى لمسنه الفيع زا ما احنا شايفينه نبدأ نعلم بعدين اجي هنا عند النهاية واعلم على قطعة الخشب دي وفي الاتجاه التاني ساعجب الممتصف احنا شابه في الاتجاه التاني ثم اعطي المجهد في الاتجاه التاني في الاتجاه التاني وسأعطي الممتصف ابدأ اعلم على الجزء اللي هشيله والجزء ده كده طبعا انا بشيل النص ده والنص ده بحيس يركبه على بعض عشان كده نسميها تعشيئة نص على نص ابدأ بسكين العلام او بالقطر لو دي مش موجودة استخدم القطر ان انا همشي على الخطوط عشان اقطع الالياف ان شاء لما اقطع بالمنشار او بالازميل ما يكونش فيه شرشار انا 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 الازميل الجزء العدل المستقيم ده خل المشتوف للداخل والعدل احتجاه الخارج بالمنظر ده كده انا نبدأ بقى نقلب العزميل كده ونظبط به العمق بالشكل ده انا 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 فاضل بقى الجزء ده نقطعه من هنا كده وبعدين نبدأ ننزل به في الجزء ده انا وطبعا ما انساش ان انا انقل نفس المقاسات اللي على القطع دي انقلها على القطع التانية هزبطوا من اثنين مع بعض كده ويه بالزاوية الكوستيلا اخد نفس زاوية الميل دي كده شخص لون شكرا ج Skype اnde نبدأ نجمع الشغل هستخدم غيره شفاف مقاوم للمية ده غيره فيفكول واسب لكم الرابط وتليفون الموزع في صندوق الوصف بعدنا نحطهم فوق بعض ونجمعهم مع بعض بالفتائر كده جمعناها بالفتائر ونسيبها لحد ما تجف هنبدأ نركب الرجل الجانبية في أول حاجة نجيب الفواطة هنا على حدود الطور تمام هنا كده وبعدين بتأكد ان الزاولة قايمة زي ما ازغطها قبل كده تمام وبعدين بحط الرجل كده طبعا الرجل الجانبية وظفتها ان الفواطة ما تقعش فلازم الحدود بتاعتها تكون نهايتها مع نهاية الجزء ده رئيس بالمتر كده نفس القياس ده ابدو هنا كده وفي نفس الوقت لازم اتأكد ان هي زاوية قايمة قايمة بعد كده ابدأ اثبت الرجل دي كده نفس العلام ده بنقله على القطعة التانية فنجيب القطعة كده وحطها عليها ثم بعدين الزواية دي بنقله على الخشبة التانية بالكوستيلا نسابت دي كده وازبط ها رجل حته لمحظة رجل وونر تحصيل الرجل اللز اشتركوا في القناة 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 انتظركوا في القناة قومة للمية و تعمل خشب تماما من أي تنفيذ للمية هو الإيبوكسي إيبوكسي هو النوع الذي نستخدمه و هذا النوع ألماني و سأحضر لك الرابط بصندوق الوصف نقلبه بالنسبة المكتوبة على العبوة نسبة 4A إلى 1B و ندهم به الخشب كما نرى مع بعض واجهين نستخدم الكوائل نستخدم الكوائل في أماكن التجميع هنا و هنا لزيادة المتانة ولكن طبعا أنا معتمد أن الغرر الذي سأستخدمه هو غرر مقاوم المية فصعب جدا أنه ينفصل نستخدم الكوائل سامحونا الفيديو كان طويل شوية ولكن حبيت أن أقابل لجميع الخطوات بالتفصيل و إن شاء الله يكون في استفادة و هسيبك إن شاء الله في صندوق الوصف قائمة كاملة عن تعشيء الخشب ممكن تفيدك إن شاء الله في أعماء لك الخشبين تعودكم هنا بالتوفير والمجزي خيرنا في الدنيا الأخرة والسلام عليكم ورحمة الله